الان الان القوات المسلحة المصرية لديها الرخصة الدستورية والقانونية والاخلاقية والدولية لتحديد الزمان والمكان للرد والردع مرة اخرى قوات المسلحة المصرية لديها الرخصة الدستورية القانونية والشرعية الدولية للتحرك في الوقت الذي تراه قيادتها وفي الزمان الذي تراه قيادتها وفي المكان الذي يحقق اهدافها قوات المسلحة المصرية الان الان لديها كامل الحق وكامل الصلاحيات في التحرك وفق ما تراه القيادة الخاصة بالقوات المسلحة لردع اي عدو ومجبهة اي اعتداء ومواجهة اي خرقات لما حددته القيادة العليا للقوات المسلحة من خطوط حمراء تجاوزها بيمثل مساس بالامن القومي المصري والعربي ايضا